موسيقى حبيبي سنوية عامة أدبي أهلا وسهلا بكم من مزبيرو على شاشتكم التعليمية مستر عفيفي يحييكم النهاردة أعزائي بنتقابل مرة تانية من جديد على وعد أن احنا نكمل مع بعضينا بنفس درجة التميز والتقلق والإبداع والمجهود العظيم من الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتلفزيون المصري بمزبيرو على دعم التعلم والتعليم عن بعد ودعم منظومة وتوجه الدولة نحو التعليم الإلكتروني وعلشان كده عندنا قناة كبيرة جدا مهمة جدا لها تاريخ كبير جدا في دعم منظومة التعليم وهي التعليمية بمزبيرو وكمان فجأتنا الحقيقة لإدارة المركزية بخلق كيان إلكتروني جديد وهو موازي مكمل لهذه القناة عندنا قناة على اليوتيوب بينزل عليها كل الحلقات اللي ممكن تفوتك لو أنت عندك ظروف وما لحقتهاش ما تقلقش ما تزعلش متاح لك على قناة اليوتيوب اللي خاصة بالبرامج التعليمية بالإدارة المركزية بمزبيرو بالتلفزيون المصري تشاهد فيها كل الحلقات اللي فاتت كمان ممكن تتواصل معنا وتبعت لنا كل الأسئلة اللي أنت عايزة والاستفسارات وده حيبقى واضح جدا كمان في الفترة الجاية لما نبدأ حلقات المراجعة النهاردة أعزائي بنكمل مع بعضينا منظومة القضايا والمشكلات السياسية على خارطة العالم يمكن تحدثنا سابقا عن مشكلات سياسية الحدود يعني واتكلمنا عن مشكلة سابتة ومليلة ومشكلة كشمير ومشكلة الرعاة النهاردة هنتكلم عن مشكلات من نوع جديد وهي مشكلات اقتصادية ذات أبعاد سياسية عشان الحلقة الجاية بقى نتكلم على مشكلات اجتماعية ذات أبعاد سياسية طب النهاردة يعني إيه مشكلات اقتصادية بس ذات أبعاد سياسية ده اللي هنعرفه داخل الحلقة يلا بينا المشكلات الابتصادية ذات البعد السياسي اللي هي المياه والطاقة جماعة أيوة يعني وارد في المستقبل كل سلوك الدول يتغير وارد دولة هادية متزنة ممكن تفقد أعصابها في لحظة علشان المياه علشان الطاقة لإندي سر الحياة وسر النهضة الحديثة يبقى المشكلات اقتصادية ذات أبعاد سياسية في المستقبل اللي ممكن تتغير على أساسها خريطة المنطقة والعالم هي مشكلات المياه والطاقة طيب نشوف كده بالراحة مشكلة المياه يعني إحنا بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حالي المياه أساس الحياة سواء للإنسان للحيوان للنبات نهيك بقى عن النقل بقى والملاحة والصنوع والحاجات التانية يبقى مشكلة المياه من أهم المشكلات اللي بيعاني منها العالم وسيظل يعاني منها لفترة تعد مشكلة المياه من أهم المشكلات الاقتصادية ذات البعد السياسي بين الدول يعني هل المشكلة المياه دي يا جماعة ممكن تعمل لي مشكلة طبعا ممكن دولتين يتخنقوا أو مجموعة الدول يتنزعوا عند تحديد المياه الإقليمية والدولية بين تلك الدول لو في بينهم بحر مشترك لو في سواحل محيطية وخليجية مفتوحة في بعض المناطق أيها طبعاً هنتخانق على المياه وحنتخانق على الملاحة بتاعتها والسروات اللي فيها كل الحاجات دي كلها وحنشوف كران ده عملي حالاً دلوقتي أيضاً مش بس مية بحر ومية محيط ده كمال لو مية نهر دولي سواء بيعبر على مجموعة دول زي نهر النيل لمنظمة الأندوجو وكل دولة لها حصة وما عندهاش أي استعداد تتنازل عن جزء منها أو لو كان نهر دولي بيفصل بين الدول يعني هو نهره حدودي يعني يعني طول ما هو ماشي كده عمال يقسم دول يمين دول الشمال زي نهر الراين ممتاز والله العظيم شايفك وسعيد جداً جداً يا جماعة بالناس وتفاعلها حقيقة يبقى عند الاستفادة من مياه البحر والمحيطات أيضاً عند الاستفادة من مياه النهر الدولي وتقسيمه بين الدول اللي بتشترك فيه إذن مشكلات تقسيم المياه في المناطق المشتركة هي الحقيقة العنوان الكبير لمشكلات المرحلة القادمة بين الدول لأن كل دولة عايزة تعمل عندها فاكر لما خدنا في الدرس التمهيدي الأمن المائي وكان معاه الأمن ممتاز الأمن الغذائي ودي مفردات الأمن القومي لأي دولة في العالم يا جماعة عشان كده لازم نعرف إن مشكلات المياه متعددة الأول خلينا أخدكوا إلى مشكلات ونمازج تتعلق بالخط الأوسط بين الدول المتجورة طيب بمعنى إيه بقى بمعنى إن إحنا مثلاً عايزين نحدد خط يفصل بين دولتين متجورتين يعني المياه المتجورة في منطقة معينة زي كده أختنا ليبيا وأختنا تونس دول عربية الشقيقة الحقيقة هم مش متقابلتين عشان يتخنقوا يعني مش يتخنقوا على مضيق لأ ده هم جار بعض ماشي ما هم جار بعض بيطلع نفس البحر عايزين نشوف بقى اللاين الخط اللي في البحر ده اللي هيفصل بينهم فين طيب تونس عشان واخد كيرفي كده يا جماعة نشوف في الخريطة حالياً وبسرعة هول وقت ما تقلقوش دخلة لها يعني توغل يابس كده ورأس برية ضريبة جوه البحر في قريبة من نقطها ليبيا شوية فالنزاع بقى الحقيقة هياخد شكل تاني النزاع بين ليبيا وتونس في تحديد الرصيف الكري لكل منهما بعد ظهور البترول والغاز يعني هم كانوا عايشين في وقام وسلام ومحبة لحد ما ظهر البترول والغاز هنا تظهر المشاكل بقى ليه طالبة ليبيا من حقها بتقول أنا كده يتجه الحد مباشرة نحو الشمال زي ما الحد فاصل بيني وبين أختي تونس في الأرض ناخد مسترة كده ويمشي ستريت مباشر كده في البحر ويا درما داخلك شر يبقى كل واحد في حاله زي ما احنا على البر يبقى في البحر بس خلي بالك الخط ده لو خدنا مستقيم ده ممكن حيقرب من يابس تونس انت كده خناة تونس خالص يبقى المشكلة ايه بقى ان ليبيا عايز الحد يسير مباشرة نحو الشمال في مياه الرصيف الكري في البحر المتوسط زي ما هو يوازي الحد يعني في امتداد الحد البري بينما طلبة تونس ايه بقى لا اكده يا جماعة انت جيتوا علي انا عايز الحد ده ينحرف شوية الخط ده ناحية الشرق كده بزاوية 45 درجة عشان قادر اتنفس اه قدي الخريطة وقدامك اهو لو انت ملاحظ قدامك كده الحقيقة الخط الاسود اللي هو ماشي زي خط الالم مش منقط ده ده طلب ليبيا لو انت ملاحظ اهو لو المسطرة تقريبا ستريت اللي على البر اكد انك بتكمل في البحر طب التانية اللي قدام ده يا مستر محمد يا عم مصبر عليا بس ركز معايا الاول هناخد ليه يعني بقى فيني حراف كده جوه البحر الاول نعرف ان الخط المنقط ده اه ده حاجة اه يعني اه جديدة هناخدها دلوقتي لكن الخط الاحمر اللي على يمين ده هو ده طلب تونس ان الحد يمشي بزاوية 45 لكن اللي بي قالت لا احنا لازم يمشي مستقيم مع زي البر الله الله امال ايه الخط المنقط في النص ده ده نتيجة التحكيم بقى تعالا نشوف كده اصدرت محكمة العد الدولية حكما بان يسير الحد البحري الله يبقى الدولتين لم يلجأوا للخيار العسكري ولجأوا ليه طريقة التحكيم الدولي وهناخد ده على فكرة لسه قدام من طرق حل النزاعات بين الدول سلميا لسه عندنا بقى المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة و قصة كبيرة جدا بتنتهي كمان بعد التوفيق بحاجة اسمها يعني التحكيم زي طابة كده يبقى الدولتين فضلن هم ياخدوا الملف ده ديبلوماسيا ويروح على محكمة العد الدولية المحكمة قالت ايه بقى احنا لا هنيجي على تونس ونموتها ونقلل رصفها الكوري البحري ولا هنيجي على ليبيا احنا يا جماعة هنحل حل الوسط ليبيا عايزة خط مستقيم زاوية تسعين بينما الاخت تونس عايزة خمسة واربعين احنا بقى لا مع تسعين ولا خمسة واربعين يا جماعة زاوية ستة وعشرين وبعد ما نمشي شوية كده في النص هنلاقي جزر تونسية معلومة اسرائية اسمها جزر جربة وكروكناح كانت في المنهج بس تحط الوقت في معلومة اسرائية بس من وجبي ويعني مهنيا لازم تبقى عرفها برضو ما جريش علاقة كده اسمها جربة وكروكناح جزر تونسية موجودة في عرض البحر لو خدنا الزاوية دي ستة وعشرين على طول ومشينا هنخبط فيهم تبقى انت لازم تنحرف عشان تديهم مياه اقليمية خاصة بهم لان دي دولة برضو لها سيادة فحننحرف لزاوية اتنين وخمسين جوه البحر بعد كده علشان نتفادى الجزر التونسي بهذا الحكم اصبح لتونس ايه بقى اه يبقى ممكن السؤال يجي هنا ازاي برضو واحد يقول لي تمام مش يجي ما النتائجة ما انا قلتلك مئة مرة حيتأثبت رئيب موضوعية من نتائج صدور حكم محكمة العدد الدولية بين تونس وليبيا اصبح لتونس حق ايوا يقول لي كده بقى الحق الاكبر في استغلال السروات البحرية مثلا يعني حق تصدير الغاز لاوروبا حق تصدير البترول لاسيا مش هو الاول هنصدره مش نستخرجه الاول اه يبقى خلي بالك معظم الاختيارات بتبقى قريبا بعضها وانت هتحتار فتركز قبل ما تختار طيب مشكلات هتعلق بالخط الاوسط بقى بين الدول المتقبلة ده اللي قلناه في اول حلقة ان فيه نوعين من الدول بقى يا دول متجورة يا اما دول متقبلة طيب نشوف كده اه الدول بقى المتقبلة اللي هي المضايق يا جماعة يعني حقا هنتكلم على الدول اللي فيها مضايق طيب اه اليابس بتاعها قريب من دولة تانية يعني مش جيران لا متقبلين طيب تظهر هذه المشكلات في المساحات المائية الضيقة كالمضايق وحق باقي الدول في المرور فيها عندنا مضايق خدناها كتير جدا من اول منها وبنأكد على اهميتها خدناها فين يا جماعة فاكرين فين حد يرفع لي كده ايده الممتاز خدناها في المقامات الطبيعية لما قلنا موقع مصر كان مركزي وموقع نيوزيلندا هامشي وقلنا موقع مصر استراتيجي عشان كانت سويس والوطن العربي فيه مضايق استراتيجية اه زي كده واحد مضايق هرمز اه في مدخل الخليج العربي بين سلطنة عمان وبين ايران حد يفاكر يا جماعة صح ولا غلط السؤال يجي ممكن يجي هنا ازاي مضايق هرمز مضيقا عربيا خالصا ممتاز غلط طبعا عشان ايران دولة اسلامية لكنها ليست دولة عربية ممتاز صح ولا غلط تكتمل الاهمية الاستراتيجية اكتب يلا سجل حاجات دي تكتمل الاهمية الاستراتيجية لمضايق هرمز بالسيطرة العربية على جانبيه او على جانب الشرقي اه لو قال لي تكتمل الاهمية الاستراتيجية لمضايق هرمز بالسيطرة العربية على جانبيه الشرقي اه طب احنا كده حنمق من الجنبين لان احنا شور من الغرب اصلا عندنا عمان طيب عندي برضو مضايق باب المندب الله ده موجود فين في المدخل الجنوبي للبحر الاحمر اللي هو بيشرف عليه من الشر اليمن وبيشرف عليه منه السومال وجيبوتي الله اه هو ده بقى اه المضايق العربي الخالص وخلي بالك له اهمية استراتيجية تربطه بمين يا جماعة اه بشريان الملاحة العالمي فوق فوق خالص ها مين يا جماعة اللي فوق دي ممتاز قناة السويس الله يعني معنا كده العلاقة صح ولا غلط العلاقة بين مضايق باب المندب وقناة السويس علاقة تأثير وتأثر ايو الحاجات دي لازم تشغل دي معك وتحفر جوه زهنك كده وكل جزئية تتوقع من بين السطور السؤال صح او خطأ اسئلة موضوعية سحب وقفلات شاهد الفيديو ثم جاوب حاجات دي كلها فريق اللي هتدعى مننا مجهود جبير جدا جدا في فترة المراجعة ان شاء الله وحتشوفوا قد ايه الجهد المبزول يبقى مضيق باب المندب في مدخل البحر الاحمر بين اليمن والصومال وجيبوتي عندي مضيق السيكولية ها محدش كان واخد باله من بين ايطاليا وتونس يبقى الله يعني معنا كده صح ولا غلط ممكن السؤال بسرعة سجل يلا تشهد تونس او تعاني تونس او الحكومة التونسية قابلت تحديات في مشكلات حدودية في المياه المتجورة والمياه المتقابلة معا صح ولا غلط جمعت تونس بين مشكلات المياه المتقابلة والمتجورة على حد سواء حقول له ايوة المياه المتقابلة مع ايطاليا في مضيق سيكولية المياه المتجورة مع اختها ليبيا في الرصيف القري البحري المليء بسر والسماكية والغاز والبترون طيب هل مشكلات المياه خاصة بالمياه الملحة بس لا الحقيقة الدنيا بس ثانية اقف معاكو هنا الحقيقة واخدكو لحاجة خطيرة جدا وهي الابعاد الاستراتيجية للانهار يا جماعة وهنا هرجع بالزاكرة معاكو في المكاومات الطبيعية للدولة فاكرين لما قلنا ممكن الدولة يبقى عندها نقاط قوة من حيث ايه فاكر ها الموقع ممتاز ها المساحة ها كان بعدها ممتاز الشكل التدريس اقف هنا بقى ما بعد كده المناخ والنبات تمام انا عايز اقف عند التدريس بقى كنا وانا التدريس خدنا المرتفعات وخدنا السهول بس انا فاكر كان فيه عوارة كده فوق مكتوب والانهار تعد من اهم الظاهرات الطبيعية تأثيرا في الوزن السياسي للدولة يعني لو رحنا اي دولة كده وخيرناها كخبراء في علم الجرافية السياسية وقولنا للدولة تختاروا ايه يكون موجود في دولتك ايه الظاهرة الطبيعية لانتوا محتاجينها الاكثر اهمية تختاروا اعلى جبل في العالم وفي معادن تختاروا اكبر صحراء في العالم وفيها وحات ومياجة وفية وكده تختاروا نهر فيه مياه عزبة وفيه تربة خزبة تختاروا اكبر غابة في العالم فيها اخشاب وفيها حشائش وفيها حاجات نادرة ادينا الانهار ليه النهر اساس الحياة النهر اساس الحضارة نهر النيل في مصر لما هيرودوت قال مصر هيبت النيل هو مغلطش النيل وهو ماشي كان بيغزل الحضارة على جانبيه عشان كده المصر القديم استثمر هذا النهر يعني افضل استثمار عشان كده بنقول احنا بنرفع الكبعة للانسان من مصر العبقري اذا كان هيرودوت قال مصر هيبت النيل فاحنا بنكمل الجملة مصر هيبت النيل والمصريين فتحية للانسان المصري اللي بدأ اول حضارة في العالم علمت الدنيا كلها الامن والعدل والاستقرار والتقسيم الاداري والدولة والجيش والعاصمة والاسطول والقيادة والتخزين واستثمار ملكات البشر في علوم الفلك والطب والهندسة والرياضيات اللي بقايا الحضارة بتاعتنا ما زالت بتعجز حضارات الان على استعاب بس قوانينها وقواعدها عشان كده بنقول الانهار ثم الانهار ثم الانهار عشان كده نهر النيل ده بيعدي على 11 دولة منظمة الاندوجو فيها دول منبع مش محتاجة النيل اوي عندها امطار فارتباطها به فقط لمجرد بناء سدود كناطر لاستخراج الطاقة لكن دول المنبع المصب بقا زي السودان زي مصر النيل بنسبة لها لا جدال في مسألة حياة او موت عشان كده بنقول ملف المياه لاي دولة وتحديدا مصر يعني من اهم الملفات اللي موجودة في مشكلات المياه النهرية العزبة اللي هي سر الحياة خلينا اخدكوا بقا لنوعية الانهار امتى النهر يحصل عليه خناقة وبقى نهر دولي وعليه صراع وامتى النهر يعدي بسلاسة وسهولة ما يبقاش عليه مشكلات يلا بنا نتعرف على مشكلات وصراعات الانهار الدولية مشكلات الانهار الدولية يا جمعة الانهار هي من اقدم المناطق اللي عمرها الانسان دي معلومة اسرائية طبعا يوجد بالانهار مياه عزبة صالحة للانسان والنبات والحيوان برضو معلومات اخرى اضافية تتميز الانهار باستواء السطح وسهولة البناء والعمران تمتلك الانهار تربة خصبة صالحة للزراعة يوجد فيها ظروف مناخية ملائمة للانسان وانشطة الاتصادية طب يا مستر رحمة انت بتقول لي معلومات اسرائية انت ليه بتقولها لانها موجودة في متن منهجك في الكتاب فانا من الامان العلمية لازم اقولها لك بقى عشان نكون بنيتك المعرفية احنا مش بناخد المادة عشان نجيب درجات في الامتحانات نخش كليات احنا عايزين نطلع عقل مستنير فاهم مدرك لقضايا المحلية والعالمية انواع الانهار في العالم يا جماعة بص بقى يا سيدي سجل الجدول بسرعة وبناخد فرصة اهو في فريق الان اللي عمل لي هنا الحقيقة الفورماتينج بترى شيء جدا عشان الطالب ياخد فرصة كمان ويعرف ان في مقارنة نسجل مع بعضنا بسرعة يا جماعة عندي انهار محلية وعندي انهار دولية حاضر هنتظر اهو ثانية يلا جماعة نبدأ بقى الانهار المحلية بصوا بقى النهر المحلي هو ذلك النهر الذي يجري من منبعه الى ما صبه في دولة او داخل الحدود السياسية لدولة واحدة خلاص النهر كله بتاع دولة يا جماعة هنا لا تظهر مشكلة سياسية داخلية في الاستفادة بالمياه النهر يعني مين هيساء هينفس الدولة في الراي والصيد والملاحة النهر كله خاص بيها مثال ممتاز نهر السين في فرنسا يبقى من الانهار التي لا تظهر عليها مشكلات نزاعية حدودية ويقول اختار يبقى اختار السين على طول الانهار الدولية هي التي تجري عبر الحدود السياسية لعدد من الدول مثل نهر النيل وقد تفصل بين الدول ويتم اتخاذها كحد السياسي زي نهر الراين نهر الحدودي خطير في اوروبا وخاصة للدول الحبيسة يا جماعة وهنا يثار النزاع بين الدول على ترسيم خط الحدود السياسية مع احدى ضفتين نهر او اكتسام سطح المجرى او كوع يعني كذا صورة بناخد فيها وتعرفنا عليها قبل كده في الحدود السياسية لو فاكر اسباب النزاع بقى على الانهار الدولية حق اكتسام مياه النهر حق توليد الكهرباء حق صيد الاسماك حق الملاحة النهرية طيب نظر الاهمية النهر الدولي في معارض تم توقعها زي باريس زي برشلونة اتفقوا فيهم على حرية الملاحة في الانهار الدولية ومعظم دول العالم بتستعين بنصوص المعارتين لو حصل يعني بينهم سراع ونزاع خلينا اخدكوا بقى وننتقل من مشكلات المياه لمشكلات الطاقة يا جماعة هل الطاقة عليها سراع؟ طبعا الموارض الطبيعية من معادن وطاقة عليها سراع لان برضو دي اساس وسر النهضة الحديثة اذا كان الماء شريان الحياة فان الطاقة سر النهضة الحديثة وبغيرها نعود مرة اخرى للحياة البداية اذا المعنى كده ان احنا عندنا طاقة زي غاز زي بترول يمكن هم مؤسسين اكتر من الفحم من الفحم خلاص ارى بينتهي هم المحددين الحقاة للمرحلة القادمة الموارض الطبيعية بصفة عامة يا جماعة غير موزعة بالعدل على خريط العالم هتقول ليه يا راجل عيب ده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى يبقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى هو له كيفام يشاء التصرف في توزيع الموارد وتأكد كل دولة واخد حقها كامل الموارد الطبيعية خاصة المعدنية وموارد الطاقة غير موزعة بانتظام عالميا فهناك مناطق تتوافر فيها الموارد ودي بتبقى محالة طمع بقى خلي بالك كده زي الدول الوطن العربي في الخليج العربي حاليا وحناخد في آخر فصل في المنهج سوف تتحول أنظار الدول المتقدمة الباحث عن الطاقة من الخليج العربي للغرب الإفريقي لأن الطاقة في المستقبل ستبقى طاقة نوية وهذه الخامات موجودة في غرب إفريقيا الفقير خلي بالك بينما تنظر هذه الموارد في مناطق أخرى ومن هنا فهي مجال المناطق يعني للصراع بين الدول من أجل الحصول على هذه الموارد غير المتجددة ظهرت الصراعات الدولية على الطاقة منذ الحرب العالمية التانية ليه؟ حيث حدث الصراع عليها بين ألمانيا من ناحية والحلفاء من ناحية أخرى حيث لعب البترول دورا مهما في مصار الحرب في اتجاه الكوات المتسرعة لأن كل دولة عشان تستمر بقواتها في التقدم عشان تدعم نفسها لوجستيا عايز طاقة من غير الطاقة حتى تتحول الترسانة العسكرية إلى قطع من الخردة الحديدية عشان كده هم محتاجين يسيطروا على مصادر الطاقة زي كده ما حصل كده الجيوش الألمانية الحقيقة اندفعت نحو الشرق لتسيطر على بترول مناطق وممكن تجي لك اختار الكوكاز أمنا في الحصول على بترول هذه المناطق عشان تكمل تقدمها وسيطرتها أزمة الطاقة في العالم هي في الأساس يا ترى أزمة بترول ولا أزمة فحم لا هو قال لأزمة بترول في المقام الأول البترول ما هو معه مش طاقة الغاز ما هم الاثنين واحد ما تلاقش يعني معنى كده بيتخنقوا على البترول مش الفحم ليه لأن الفحم كمصدر للطاقة يساهم بحوالي 26% من الطاقة فقط في العالم ومعظم انتاجه بيتم استهلاكه محليا يعني مش فاهم دي يا مصدر يعني بسهولة كده معظم الدول المنتجة للفحم دول عملاقة في التصنيع زي روسيا زي الصين زي الهند زي الولايات المتحدة الأمريكية كمان زي استراليا والبرازيل الدول دي كلها جماعة دول صناعية كبيرة جدا سواء هي عندها صناعة محلية وطنية أو استثمار أجنبي فبتستهلك الفحم بشراسة وشراها عشان كده مفيش فايد من الفحم يتباع أصلا أساسا عشان كده الفحم بيستخدم من زمان كمصدر الطاقة فتقريبا قرى بيخلص فبيشارك في الطاقة ب 26% طب اللي باقي منه مصدر بيتباع قد ايه بيتباع بس 10% في التجارة العالمية يعني من كل 100 سفينة تخيلها كده بتعدي في قناة السويس شايلة طاقة منها 90 سفينة شايلة غاز وبترول ومنها 10 سفن فقط شايلة فحم كده المعلومة وصلت أتمنى طيب تعالي نشوف على العكس من زالك بقى آه شوف بقى البترول عاملي بقى والغاز الطبيعي عامل ألبان بقى في العالم يساهمان الغاز والبترول في إنتاج الطاقة بنحو سلسي إنتاج الطاقة في العالم وعشان كده ما نستغربش لما نقول نصف التجارة العالمية الدولية من الطاقة جاء من الغاز والبترول هتقول لي ما الباقي فين ما فيه بقى الطاقة متجددة بقى والطاقة النووية وحاجات تانية كتير وطاقة حيوية وكده البترول والغاز يا جماعة لوحديهم تلتين إنتاج الطاقة في العالم ونصف التجارة العالمية يبقى شيء طبيعي هم اللي عملوا أزمة أيوة هم اللي عملوا أزمة تعد المصادر الأولية للطاقة سواء فحم أو بترول أو غاز هي العمود الفقري للكوة المحركة في العالم زي ما قلت لك وعرض محدود من الدول بيمتلكها آه يبقى هنا بقى تبدأ المطامة بقى تظهر والاستعمار الظهر دي يا جماعة والاحتلال والكشوف الجغرافية عشان يعوضوا العجز والنقص اللي عندهم في الموارد وعشان كده تمعوا في مقدرات وصروات شعوب الدول الفقيرة الدول المتقدمة لازم تعرف إنها هي المستهلك الأكبر للطاقة ما هم المتقدمين ما هم الصناعيين ما هم التكنولوجيين عشان كده بيتعمدوا إخفاء أسرار الصناعة والتكنولوجيا الحديثة عن الدول النمية عشان تظل هذه الدول مستهلكة للتكنولوجيا وليست منتجة لهم تنفسهم فيها يبقى الدول المتقدمة دي من الطبيعي نحن بقى عارفين إن هي مستهلك الأكبر للطاقة وفي نفس الوقت هي المنتج الأول للفحم وبتستهلكه لأنها دول صناعية فلا يدخل من الفحم سوى 10% من التجارة الدولية لأن معظم الفحم يستهلك في مناطق انتاجه ظهرت أثار أزمة الطاقة من البترول على العلاقات الدولية في مجالين يبقى الطاقة دي وأزمتها البترول دي لما عمل مشكلة أثر إزاي على العلاقات الدولية معشان بقولك أهو ما هو مشكلة اكتادية أصلا في الأساس بس ليه أثر على العلاقات الدولية السياسية أثر على علاقات الدول الغربية بعضها وبعض بدأوا يتخنقوا بقى فيه صراع وتنفس استعماري لو فاكر وكل دولة عايزة تجري تاخد أكبر قدر من العالم اللي فيه طاقة وكده فدخلوا مع بعض فيه حروب هم نفسهم لو ما عندهمش الرغبة في امتلاك الطاقة كانوا عاشوا في سلام ووقام ومحبة مع بعضهم لكن هم ليه صاروا بعضهم ده بيتخنقوا على المستعمرات وما فيها من صراوات الجانب التالي بقى العلاقات الدولية بين الدول الغربية والدول النامية بقى يبقى العلاقة اللي فاتت كانت بين الدول المتقدمة بعضها وبعض المراتي بين الدول النامية والدول المتقدمة حيصرفعت تلك الأزمة من شأن الدول العالم التالت دول كانت فقيرة دول كانت موردها محدودة فجأة بسبب يعني كفز أسعار النفط وتحديدا بعد حرب أكتوبر تغيرت ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في دول كثيرة زي دول الخليج العربي نتيجة ارتفاع شأنها لأنها أصبحت من المناطق المصدرة أساسا لطاقة العصر وهي البترو والغاز ليه؟ لأن الصراع العالمي على الطاقة وراء الكثير من الأزمات الدولية وأدل نموذج على ذلك الصراع في الشرق الأوسط والصراع عليه والخناءة المستمرة بين الدول الكبرى في السيطرة على منابع النفط عشان كده لازم أبقى مدرك لتواجد الكوى الكبرى في المنطقة العربية والشرق الأوسط عشان يدعموا احتياجهم للطاقة طيب هناك أهمية للظهور العديد من المؤسسات الدولية في التعاون الدولي طبعا وما المين هي حالي المشكلات دي؟ هو العالم بيعاني من مشكلات أخرى يعني غير الطاقة طبعا لأن العصر الحديث يتميز بتشابك العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية وغيرها وبالتالي فإن أي حدث اقتصادي بيقع في جزء من العالم سرعانا ما يبلغ أثره العالم كله ويواجه العالم الآن قضايا عديدة يا جماعة زي الفقر والجوع والجفاف ومشكلة المياه والطاقة والتخلف في إفروكيا وآسيا وأمريكا اللاتينية طبعا دي كلها دول العالم الثالث مقابل الرخاء بقى في دول أوروبا والولايات المتحدة واليابان عشان كده ظهرت بقى منظمات دولية عندها يعني بعد إنساني عايزة تحل هذه المشكلات على رأس هذه المنظمات الأوام المتحدة بقى والفا والبنك الدولي وكل واحد من دول الحقيقة ليه دور زي كده هذه المؤسسات عندنا نمازج منها زي منظمة الأوام المتحدة وده الحقيقة من خلال برنامج الأوام المتحدة للتنمية عندنا صندوق النقد الدولي أيضا وده الحقيقة يعني بيشرف على التنظيم القضايا النقدية الدولية في العالم عندنا البنك الدولي للإنشاء والتعمير وده بنك على مستوى العالم يعني بيدعم كده استثمار وتمويل فلوسه في تمويل مشروعات الدول لأغراض تجارية وبيقدم لها الكروض الاستثمارية عند مركز التجارة الدولية ده المعني الأساسي والرئيسي فيه تشجيع وتطوير التعاون الدولي معنا منظمة الأوام المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وده منظمة بتهدف طبعا لتنمية الصناعة خاصة في الدول النامية أخيرا معنا منظمة الأغذية والزراعة الدولية اللي هي الفاو اللي بتهدف في المقام الأول لتحسين الانتاج ومستوى التغذية والعناية بالريف وخاصة في الدول النامية بكده عزيزين كون شوفنا بقى مشكلات وصراعات دولية قائمة على قضايا اقتصادية في الأساس لكن تخفي وراء ظهرها أبعاد سياسية زي مشكلة الصراع على المياه سواء كانت مياه ملحة أو مياه عزبة مياه ملحة أسمناها نوعين مياه متقابلة دول قصد دول أو مياه متجاورة والمياه العزبة شوفنا نهر محلي ونهر دولي والنهر الدولي هو اللي عليه المشكلات والصراعات ليه بعد كده أخذنا مشكلات بقى الطاقة بقى سواء كان بترول وغاز أكثر من الفحم ليه وشوفنا جهود الدول دلوقتي لحل بعض القضايا الدولية من منظور إنساني كده عزيزين كون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته